نجيري بسبب المرتبات أو الفلوس الخاصة أو مستحقات الخاصة بيهم يعني نتمنى المنتخب كبير زي نجيريا أنه يقدر يتخطى هذه المشكلة خصوصا أنهما متواجدين في بطولة الأفريقية في مجموعة بتضم كل من غينيا ومدغشكر وبروندي في البطولة إن شاء الله آخر خبر عايز أقوله معينا لأنه هو خبر مهم جدا في الحياة وخاص بمحمد صلاح وبعد التقارير العالمية كلمت على أن محمد صلاح فيه اهتمام كبير جدا من ريال مدريد للتعاقد معاه وأنهما بيفكروا بشكل جدي جدا سواء زين الدين زيدان أو إدارة ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح عشان يكون إضافة للسلاسي أو يكون هو أحد العناصر الأساسية في السلاسي الأمام ريال مدريد اللي بتكون من مين؟ كريم بن زمة ده ما ما بنشيش هو إيدن هازرد اللي مفروض خلاص خلال أيام بعد نهاء اليوروباليج يتم الإعلان عن تعاقده مع ريال مدريد بشكل رسمي هل يكون اللعب الثالث لهم هو محمد صلاح ده هنشوفه خلال الفترة الجاية لكن في عقبات طبعا كبيرة في إتمام هذه الصفقة وبتتمثل في إيه؟ تم أسك مستر يورجن كلوب طبعا المدير الفاني الكبير جدا الألماني لفريق ليفر بول بمحمد صلاح وتمسك ملاك النادي بهذا اللعب ومش مطروح خالص أن هم يفرطوا فيه العقبة الثانية أن صعب شوية إن ريال مدريد مش عارف يا صعب ليه بس والناس كلها بتتكلم في كده صعب أن ريال مدريد تتعاقد مع اثنين بمبالغ لعيبين زي محمد صلاح وإيدن هازرد في موسم واحد يقولون صعب أن كل المبالغ دي يتم انفقها في موسم واحد فبالتالي الفرص ممكن تكون قليلة شوية لتعاقد ريال مدريد مع محمد صلاح لكن هو في الصورة بشكل كبير جدا عند زين الدين زيدان بيسعد بشكل كبير جدا التعاقد معه وإكمال الثلاثي الهجومي اللي أكيد هيكون قوي جدا من خلال كريم بن زيمة وفي حالة التعاقد مع إيدن هازرد اللي خلاص قابك أو سين أو أدنى من اندمام ريال مدريد وفي حالة كمان اندمام محمد صلاح لريال مدريد أنا نفسي أتمنى محمد صلاح ريال مدريد عشان أحب ريال مدريد وفي نفس الوقت أتمنى أنه يكون متواجد في ليفر بول لأننا لا نرى منه مستوى رائع بصراحة لكن الأنسب إن شاء الله هو بإذن الله يأخذ الخطوة لكل نسبة لي وأكيد نتمنى له كل التوفيق والاستمرارية في رفع اسم مصر علي من خلال تقلقه وتوهجه في المباريات الأوروبية والدور الإنجليزي وأي دورة سيشارك فيه إن شاء الله بإذن الله بالنسبة لمحمد صلاح هذه كانت أهم الأخبار